اصار خبر عقد قران الفنان الامارات حسين الجسمي العديد من التساؤلات حول هوية زوجته الجديدة خاصة انه لم يكشف عنها من قبل وقرر الجسمي 43 عام الاحتفال بعقد قرانه وسط عدد من قادة الامارات بحضور الشيخ عبدالله بن زايد النهيان وزير خارجية الامارات ولم تظهر زوجته في الصور او الفيديو الذي نشره ميار عباس مدير اعمال الفنان الاماراتي كما لم يدلي ميار عباس باي تفاصيل خاصة بالزوجة الجديدة او جنسيتها ومن المعروف في السابق ان حسين الجسمي كان متزوجا من مغربية اسمها حسناء وتعيش معه في الامارات وقد اعلن عن زواجهما في عام الفين وطلتاشر وافاتت مصادر اعلامية بان زوجة الجسمي الجديدة اماراتية الجنسية وتدعى شيخة عبدالعزيز سلمان وهي تنحدر من عائلة عريقة وتصدر هوية زوجة الجسمي الجديدة مؤشرة البحث وذلك بعد اعلان عقد القران وتسأل محب النجم الاماراتي عن متى وتم الارتباط بها وعقد قرانة ونشر الفنان الاماراتي عبر حسابه على تويتر او التعليق له بعد اعلان عقد القرانة وقال اكرمان يا الله وزينا بيتي بالبركة والبهجة وانتشت اجواءنا عطرا والسرور ولله الحمد بتوفيق رب العالمين عقد قراني اليوم بشهادت وحضور مباركة المعازيم والاهل والاحبة ترجمة نانسي قنقر